أخذ مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء اجتماعا حول الوضع في ليبيا حيث نقش الاجتماع تقرير بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا كما استمع إلى تقرير غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا وقد أكد سلامة أن تحقيق التفاهم بين الأطراف المعنية في ليبيا يعتبر مفتاح إعادة بناء النظام الحكومي واستعادة السلام والاستقرار فيها وأشار التقرير إلى أن العملية السياسية الليبية قد حققت تطورا كبيرا وأن الشعب الليبي دعم الانتهاء من الفترة الانتقالية عبر إجراء الانتخابات ودع التقرير جميع الأطراف إلى عقد حوار إيجابي للبحث عن الحل السياسي تجنبا لمزيد من تدهور الوضع الأمني